ست سنوات على حكم عبد الفتاح السيسي ست سنوات من الوعود الكاذبة والأحلام الوهمية منى بهم عبد الفتاح السيسي المصريين خلال سنوات حكمه ست سنوات من البزخ الحكومي المفرد ست سنوات أيضا من الفساد والضياع لم يجني ثمار هذه السنوات إلا الحكومة فيما دفع التمن المواطن الغلبان المواطن المصري الفقير ست سنوات من زيادة الأسعار وفشل في الخدمات ست سنوات من ضياع هيبة مصر والمصريين على يد عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي اللي وعد المصريين مرارا وتكرارا ومنهم مرارا وتكرارا بقطف صمار هذه التنمية قال لهم هتشوفوا مصر هتبقى فين في 2015 بعدها قال لهم استنوا عليها 2016 أجلها ل2017 ثم 2018 وأخيرا عبد الفتاح السيسي أجل هذه الثمار وهذه التنمية وهتشوفوا مصر هتبقى فين في آخر ستة الفين وعشرين أو مش قلتلكوا هتشوفوا مصر هتبقى ازاي في تلاتين ستة الفين وعشرين وقبل أقل من شهر من هذا الموعد وزارة الكهرباء المصرية تعلن عن زيادة جديدة هي السادسة في زيادة في زيادة أسعار الكهرباء النهاردة وزير الكهرباء أعلن عن شريحة جديدة وحزمة جديدة من الزيادات على قلب المواطن المصري تخيل في الوقت اللي فيه فيروس والناس قاعدة في بيوتها ومش عارفة تشتغل والناس حالها واقف مفيش سياحة ومفيش صناعة ومفيش تجارة ومفيش صيد ومفيش أي حاجة في البلد يطلع وزير الكهرباء ويقرر زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تزيد عن 19% من السعر الحالي بدل ما تساعد الدولة المواطن وتخفف من أعبائه وتلغي الفواتير زي ما حصل في بعض الدول الأفريقية مش هقول في الدول الأوروبية وزارة الكهرباء ونظام السيسي والدولة المصرية ما زالوا بيتجروا بأوجاع المواطن المصري وحكته الزيادات كما جاءت على صفحة الجزيرة مصر الشريحة الأولى من 30 إرش لـ 8 و30 إرش أما الشريحة الثانية من 40 إرش لـ 8 و40 إرش الشريحة الثالثة ودي المهمة جدا واللي بيوجد فيها تقريبا أكتر من 65% من المصريين في الشريحة الثالثة واللي هتزيد بنسبة أكتر من 30% من 50 ل 65 قرش للكلوات أما الشريحة الرابعة فمن 82 إرش وصل 96 الشريحة الخامسة من 100 إلى 118 الشريحة السادسة زي ما هي والسبعة أيضا زي ما هي يبقى اللي هيدفع التمن هو المواطن الغلبان اللي موجود في الشريحة الثالثة واللي سعر الكهرباء زادت عليه بنسبة 30% المواطن ده لا عنده تكييف ولا عنده مايكرويف المواطن ده عايش يدوب على قده عنده تلاجة ويمكن عنده مروحة وعنده غسالة ومكوة وبيقول يا رب بكمل شهري على خير ويا حيطة داريني تقوم وزارة الكهرباء والسيد الرئيس اللي مفيش حاجة عنده ببلاش واللي بيبني وهيبني أسور في وسط الأزمة وفي عز الأزمة يزود الأسعار على المواطن المصري الصحفي محمد جمال عرفة قال في عز الكورونا وفصل ناس من شغلهم وتعطيل آخرين بسبب غلق الشركات والمطاع والكافيهات وموت ناس لأنها مش لا يسرير في العز يطلع وزير الكهرباء يعلن رفع أسعار الكهرباء بيقول لهم هو ما فيش دم خالص إذا كانت البنوك نفسها أجلت الأقصاد وشركات أوقاف التحصيل فواتير مراعاة لظروف الناس تيجي وترفع أسعار الكهرباء من 500 جنيه على الفاتورة الوحدة بيقول عالم ما عندهاش دم الإعلامي هيسم أبو خليل بيقول زيادة أسعار الكهرباء هل هذا وقته بينما دول العالم تدعم المواطنين في ظل عدوى كورون خالد سويدا بيقول الشعب المصري يبطل يأكل ويشرب وكمان يتعالج عشان يوفر للحكومة قيمة فواتير الكهرباء والمية والغاز الزميل طريق أبو شريفة بيقول ما معنى أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 19% للمرة السادسة على التوالي بداية من أول الشهر معناه أن يجتمع على الناس ظلم النظام وعدم إحساسه بيهم والفقر المطقع وكورونا والانتحار والاكتئاب فأين وعود السيسي المتكررة بأن المواطن سيشعر بالتحسن على رأس كل عام أيضا زميل حسام شرباجي بيقول عاجل وزارة الكهرباء تعلن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 19% و1% أغلب الشعب قاعد في البيت بسبب كورونا عمال اليومية واللي شغالين في القطاع الخاص دول كلهم دول كلهم مش قادرين يدفعوا الفواتير أصلا فما بالك لما الفاتورة تغلى 19% كمان بيقول لا يوجد في مصر إداري أو سياسي واحد ناجح بها دو طريقة تفاعل عشرات الآلاف من المصريين مع قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء في الوقت اللي العالم كله بيحاول التخفيف من أعباء المواطنين أيضا المواطن أحمد منصور بيقول أمال أنتوا فاكرينوا بيبني الأسور منين؟ من تلاجته اللي كان فيها ميا مهو من دم الغلابة اللي عمال يمص فيها وهاشتاج الكهرباء المتصدر حتى الآن للترند في مصر في أقل من ثلاث ساعات تم التغريد على هذا الهاشتاج ما يزيد عن واحد وثلاثين ألف تغريد الجميع يتساءل أين وعود عبد الفتاح السيسي الجميع يتساءل أين التنمية وأين الرخاء اللي وعد بهم عبد الفتاح السيسي المصريين في نهاية هذا الشهر ولماذا زيادة في هذا الوقت بالذات من يتحمل عن المواطن المصري هذه الأعباء ولماذا الحكومة دائما تضع المواطن آخر من تفكر فيه